السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا راهب أبو غضب ويالبارت الأربعين الجزء الثاني لارا الجسمي كله يوجف ما عرف شون أجاوب فززني صورة رسالة منه راهب دزل له باسورد لارا نفسي يصعد وينزل خايفه حد الموت أتعجب على روحي ليش هتش خايفه رجع دزلي راهب ثاني تين إلتش ألقى ال باسورد يمي لارا كتبت لما عندك ثقة بيومو راهب عوف الثقة على صفحة لو أكو ثقة كان ما لبسني لارا ما مجموعة دزلك لأن حضرتك تشوف الناس بعين طبعك عبالك كلها تشبهك راهب لا تكفريني دزي لارا لحظات أشبه برعب أريد أسيطر على رج بأصابعي ما قدر هما من يدز مسائل حتى ما شفتهن بقى اليوم راهب اللي يريد ينفجر أنه بصار يتصل وما جارب دز راهب والحسين الشهيد لعلقه في جضام وشي أدفنش وانتي عدله لارا طفيت الشبكة وطلعت من محادثة مهزومة ما أعرفش جاوبه وتركت وثينهم أكو إحساس بداخلي يقنعني وما مدازة راهب حتى معدتي أدتني كل شوية أحسن أريد أتغير راهب لازم الموبايل بيدي أحسن مجرد كلمة منها اتزلي روحي كل ساعة أدخل على حسابها بس شفتها رفعت الحظر قلبي لعب لعب ما صدقت أحشو إياها ما مصيدر على مشاعر دوحني تخلتني أول ما أرجع راهق من جديد اتمنيتها يمي وبحضني بين إيديه ننسى الكون بحضنها تعمدت أحشو إياها وأعبرها عن مدى اشتياقي إلها بركة تحن وتسامح كنت تفاصل وياها على كل شي تالي فززتني بصف صفعة قوية خلتني أثوما مثل بركان رائد راكت والانفجار بمجرد مندزت لي اسم رجال سهم حار احترق صدري اخترق واندربحني أكثر رفضها تنطيني حسابه خلتني معروف صار بحالي أثق بيه بس مندزت لي اسم ثاني واحد ثاني ثاني حرقتني حرك آخر شي انهزمت بقيت ألوبا ونارت الهرب صدري ما قدرت أهجا أخذت بركيتي وطلعت للهدي غلصة بعد تصل بها مغلق لا را ما قدرت أنام ومنين بيجيني النوم وأنا أحس المصيبة راح توقع على راسي غير معتل لصابة تسعة من الألم والصخونة ذبحتني ما حسيت روحش وكت غفيت أخذتني نوة بعد ما تعبت من الغلق والتفكية فزيت على صورة المنبئة قعدت بسرعة غسلت وبدلت بس قلبي مغبوض حاسة أكو شي راح يصير اليوم راح أحساش كبرى قوة نزلت لي جوه شوية وسمعت هو من أبل خط طلعت طول الطريق وادعي من الله كل ما يصير شي بس أكو ندم بداخلي تندمت من اثنين دعمت اليوم لو ما جاي أحسن وغير شي أحس مال يخلقه على ساعة تسوع تسوع حالتي وتخربط وصلت للجامعة وما نزلت في السيارة تراهب بحيث صدر صوت لبريك قوي نزل مثل الأحصار يمشي بالتجاه بغير جامدا مكاني والطلاب يبارون راح أمشي صادي بالسيارة بدون ما أسمع حرف منتش لا رأى وجه أحمر شريان قصته ناطر يحشي وقوه لازم أروحها لا تلتفت لا تلتف أصابه مكوه بإيده مبين بس أحشي يتعارك بباب الجامعوية معلين الطلاب بدون النغاش مشيت ويا بس رجلي من الخوف قوي يمشن واحدة الطق بالثانية أول ما صعدت شغط السيارة بسرعة يبارو على الطير محتار وين يودينه ما يشوف دربه من أصابيته مدلي مثل إيده راهب جيبي وبغيرتش لابا نسيته قوه نطاقت الكلمة وأنا فعلا نسيته بالبيت راهب حبي جيبي لابا اختنقت وجهي صخن ما عدت أتحمل إنها تفرد هد أفشاره غلط ومسبه تالي ما لقيت روحي غير عطت بي كافي كافي منو أنت حتى تحاسبني ها ما أسمح لك تدخل بحياتي نهائيا وعب في حدك ردت أحجي كفاخني على وجهي كافة كاف إيده جهتي عني نزلا غضبا عني نزلا اتبوعي لازم أخدي واشهق بالبتش راهب مو بس أدخلك واشهق واشهق بنت الكلب منو هذا اللي ما تسمحي له ما تسمحي لي يدخل بحياتك ها وليش النفس التاخذي إلي دخل بي شمسة ويا وخايفة لهاي درجة احجي لارا أمسح بدموعي وأبشي يبخنقه قلت له نزلني هنانا راهب نلصمي لارا وروح بابو إذا ما نزلتني ايش ما روحي راهب انهزمي بس والكعبة اليوم انبلش السالفة واني يوم انبش السالفة نبش بس ما أوديش إذا طلعتي ضم شي النوب عليها مو مدرئ عال استح استشني لا حتى الكلية أحرموش منها تدرين إذا طخت برأسي أحرموش توصلين باب الحوش وعلي لارا احتار شساوي ساعة يضرب على الاستيرون بحركة وساعة يباور لي وعونة مليانة غضب ما أخذني للجامعة لقيتها مرجعني للبيت وحتى لو موصلني للجامعة لان ما أقدر أدار بهذا وضعي ريوني مورما من البجي أحسن طبعة طبعة ايدي على الأخدي فتحت الباب ونزلت أركض بسبعة حركة السيارة راه دخلت البيت ببجي صعدت أركض طغر تلو حاد شي لو قايلة زميلي كان ما صار الصار قل كلها اخترب تربطت فد مرة من انهضم من انهض لزمني لزم تنزمني دوخة أخذت علاج بدون ريوق الساعة بهدعاش نزلت ومتفاجأت من قاعدة شافتني وجه موفوخ وعيوني وغامة من البجي سعاد يا صباح أصبحنا وأصبح الملك لله ولتشبيت عيونك لارا ما حجيت لهي وتحججت وبعدها وقلت إلى الذكاء معدتي دورة نار من العلاج لأم فارغة ركضت للحمار مضغية روحي طلعت بس استغربت حالتي معدتي حسيتها رتاحت رجعت الغرفة تمددت مفراشي من أذكر كيف سوى الصباح شلون كان عاصبي لشتي كلها ترجف تضل ترجف الظهر الساعة بالوحدة ونص سماعت تقريبا التصادبية يمكن عشوين مرة تالي دازلي إذا ما جوابتي أجيش أسحلش للبيت بقدري كل شي يسوي لذلك جوابته راهب رايحيني وحكي لي منهم والله رايح تخبّل لارا بدون تبدد جوابت لي جوابت زميلي راهب هيتش الحج لارا إيه هيتش وهالمرة أنت خليها ببعلك ما أفجع لك لو تنقلوا بالدنيا لأن ما عندك أسلوب إيدك وضرب بدون ما تفهم ما أفتهم تفتهم تضرب لارا ردت أخلي ينقهر بالزايت لين ضربني كلش قلت لي شي ما يخصك ما دخلك روحك بدخل روحك وكالش راهب هين بنت سير النعال بسيطة لارا سد بوجهي العصر اتصل بيها همام سألني ليش داوما قلت لها مريضة هو هم عرفني ما ليخلق أحجم بين من صوتي تعبانة تالي اترخص ونهى الاتصال شمرت الموبايل وطلعت لها دقاء قعدت روحي خلصانة اطل قلت وهما خلصت من الشركة وغيرتها وضربها وعصابيتها لازم اخليه حد وانهي كلشينين راهب مستحيل يتغير هذا طبعا من ينقهر يحرق الاخضاء واليابس غير ابويه النهار كله يسبي بالليل ردت اطلع ردت اسوي العشاء امي ما قبلت قالت مريضة انتي انا اطبخ قلت لها اذا امت اتخربط بتزايد خليني اساعدك وهم اتنشط بالحركة سويت العشاء اريد بس الها روحي وابتعد عن التفكير والغلق النفسي قلت الكباب وكبه وسويت زلاطه وحضرت كل شي بس ما لي نفس اكل اي شي اقشت وياهم اخذت كبابايا اكلتها بدون هبوس احس معنتي انترسات ما ادري لين عندي غلق احس بالشبع بقيت بس قعدة امي محمد كم ملو شلت لهم معين وثلاثتو نظفت المطبخ كم اخذت ملابسي ودخلت للحمام اسبح واجبر عيوني ما تمشي ليش بعد خايفة بعدش خايفة مني ليش كم ملت السبح لبستت بالقوة طلعت صعدت غرفتي لقيت اتصال من ساندر فعلا جنت محتاجة احتيو يها فاجأتني من قالت بعد عناء وانتظار طويل باب ووافق عليه نازل وبعد اسبوع سافر على تركيا نسوي العرس هناك هم شهر العسد وهم هو هجم خط طوية الرجالة راح يطلعنا تهريب على ألمانيا صرت اشهق اشهق بالبشي اتمنيتها يمي اش مروح بحضنها خطية طفيت فرحتها وصارت تحاول تهديني وتفهم مني السالفة حتش اتلها كل شي سال ساندره يحبش بغار ترى حقه لاره اتركش اتركش من موضوع مرته ترى انتي بتعمه وعرضها ايش خاص بمكانه راح يفهم الموضوع خلط لاره بس مشكلته ما يحاول يسعني بسلوب بزيان بدون تهديد وضرب ساندره اهدي اهدي يا عمري وربي سالفتش تورم القلب اثنينكم مخابير واحدكم انا اعند من الثاني بس هسه رجال اجه للدرب ويتوسل بس انتي راهضته لاره بسبب خيباتي بي راهضته ساندره راه بزرع بداخل خيط خليط من الندم وخوف ورهبة وخيبات حقيرة وخذلان مؤلم ما عادت ثقة عندي ثقة بي ولا مقدار خايفه ارجع ويجي يوم هم يدخلوا اياه ويدخلوا اياه وحده مو بعيده ساندره اضحك مهل درجة ترى هو يعرف غزل قبل زواجكم يعني متوارض قبل ما يعرفك لاره المهم الثقة ساندره ماكو عشرة كمن عشرة كمن بدون ثقة والله هو دهم ورهابيدي غير كل شي اللي يوم ضربني بدون ما يفهم اني ساندره اخلي نفسك بمكانه واثنان المحادثة يغلط اثنان المحادثة يغلط باسم واحدة ثانية غير غيرك ثنو شنو ردت فالك لاره سكتت ساندره هاشو سكتتي ترى انتي غلطانة وانا ويا راهب موياتش لاني يحبك وانتي شالعه قلبه لاره راهب يبقى مجال شرغي ورجل الشرغي خاصة العباقي بسرعة تحكمه غيرته ما عندي سالفه زميلك او مجبس صداغة انا اشوف اني تركين الماضي واردهرج وتسامحي لاره هاي عود انتي شاهدة على كل شي وتاليهش يتحجين وتنصحين حتى ارجع ساندره لاره راهب مبين كلش عني لمستحيل يتركش تكمينين حياتش بدونها لو يعرف تبقين طول عمرك عزبه مستحيل يسمحلك تتزوجين شرغس ثاني لاره وداحتش على حرقة قلبي هسه لو يجي شايب هم اقبل بي في زبيل احرق قلبه ساندره اضحك عبد تفكيرش ش تساوين بشايب خاصة اذا واقع سنونة ومن يبوسك يشفط حلقش لاره وي عبد تخيلت الموقف لعبد نفسي ساندره اضحك ترى الشايب يحبك مخلص شحن لاره ساندره طاح عرضك بعدك ما زوجتي استخفيتي ساندره اضحك والله ده اتخيل لاره بعدها صارت تحكي لي عن تجهيزات خطوبتها تمنيت اكون يمها بس ما اقدر لان دوام ثاني يوم داومت بقلبي خوفة خايفة يجي الدوام ويوضحني بعد ما انتهت المحاضرة طلعت الحديقة قعدت واحدة مدنقة عينية بالكتاب اراجع المحاضرة رفعت رأسي شارت همام اجي باتجاهي مبتسم اجي سلم وقعد يمام ارتبقت عيني بالباب مال الجامعة خايفة يجي راهب ويشوفني قاعدين سوه وساعة هاي يذبحنه اثنينه همام شبيج؟ لاره ما بيه همام شنو ورش بوته مار تلفتين عبالكم سويشي لاره سؤاله خلى الشيك يزيد بدون تردد سألته همام بدون لفدوان انت دازك راهب مو همام انتي صدق ما تعجين لاره ثاني مورا تسأليني لاره بس جاوب همام صار ياابه وداعت امي وغلاطها عندي لا دازني ولا حاجي وياي بعد اشتردين بس مع الاسف هذا تفكيرك بيه اسمعيني لاره اكو كلام ما تردد ابوح بيه لان بصراحة ما اقدر احط عيني بعيونك وحجي لاره راد يكمل سكت واباوه على ارتبك عرقت قصته طلع كنينيوس يمسح بيه نهض من مكانه قال بلي لاتصل بيك ترخصوا راه انتهت دوام وطلعت البيت بلي القاعدة يام امي اتفرج مسل موبايل يمي شفت رسالة جاتني من همام همام لاره هذا حدي ما اقدر اضمن اكثر راحتش وانتي سمعيني والغران ان نزل احبتش من اول يوم شفتش بيه حبيتش لا تسأليني ايشي الله شاهدني تجي شريفة وياك ومستعد كلمة واحدة منيش بس قولي ايه من باترة دز امي تجي تطلب ايديش الي من اهلكش لاره وقع الوبايل اللي بحضني من الارتباك ما اعرف اجاوب عفة الامي وصعادة الغرفتي اقرب ساكتة ما عندي اجواب بذلي همام اذر بيش تقرين متفاجئ بس والله حبيتش وشاريتش ومستعد اعوضش عن كل شي صار وياك قبل لاره بس هنا مطلقة مطلقة همام وشنو يعني لاره اول وحدة ولا اخر وحدة انتي تزوجين مرة ثانية وهل شي طبيعي هاي سنة الحياة وبعدين اعرف كل شي صار واعرف شنو اسباب الانفصال يمكن الله سبحانه وتعالى خلاني بطريقك حتى اعرضك عن كل شي صار بالماضي لا راه همام ما اترهم صدقني انا اعتبرك همام لا تكمني الى الخاطري لسكتي افكر بكلامي والله احبتش وريد اكمل عمر وياك لا راه همام ما اترهم صدقني ما اترهم يمكن او مو يمكن انا متأكدة انت حتى ما حاجش ويا اهلك لان المستحيل يقبلون يترتبط بوحدة مضلقة همام لا راه انا اخذك مو اهلي والحمزة لو توقف الدنيا بجهي وانتي موافقة هذا كل شي كافي اكو هواية حاجش بقلبي لا راه من قتلك اليوم ما اقدر احطان عيني بعينك صح لان ما قام معيونك وتيه الاول والتالي قدامي حتى الكلام من حضر اليك يطير من راسي وانتي قدامي فهميني اش سويت سويت بيا عيونك مراتك ومطع شعب او اغنية الكفيلات ينغلن مشاعر من الشخص الي نحبه لان تلقى بها كلام تعجز عن وصفه باللسان بعد اسجز اغنية اسمعيها اعتبرها حاجش بكل حرف بها لاغا شوية ودازلي مرطا من اغنية مراتك